نجد تحية بكم مرة أخرى وعود عليه استكمال صحافة الكارة صدرها غدا يوم السبتة 14 أكتوبر 2013 وكننا بنتكلم قبل الفصل على مصورات جماعة الأخوان المسلمين ومبادرة دكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي والمحسوب على جماعة الأخوان المسلمين وكننا في جريدة المصر اليوم فالصفحة الرابعة اشتباكات ما بين الأهالي والأخوان خلال مسيرات النفس الأخير أنصار المعزول يرفعوا رعيات الجهاد السوداء والداخلية ضبطنا ستة من مسير الشغب وده أبلغ رد على من يطلب بالمصالحة مع جماعة الأخوان المسلمين ما بيرفعوش العالم المصري ورفع رعيات الجهاد السوداء وأيضا رفع أعلام القعدة ويعني في الآخر كمان من قتل منهم وقتل في الآخر سيكون شهيد رسمي فيها الحكومة وتم دفع تعوضات ليه وأيضا حاولوا النهاردة الاعتداء على سيارة ترحيلات في شارع باسلع آد وحاولوا اتلافل على السيارة وتهريب مجموعة من المسجنين لكن الداخلية تصدت لهم وتم القاء القبض على أربعة من مسير الشغب فيها المحافظات إصابة عشرات في المحافظات والأهالي يفضون مظاهرات الإخوان ويهتفون للجيش والشرطة وأيضا كان النهاردة فيه إجراءات مشددة لعدم غزو محاولات غزو الميادين سواء ميدان ربع العدوية أو ميدان التحرير أو ميدان النهضة أو شارع جامعة الدول العربية أمام ميدان مصطفى محمود والنهاردة كان فيه خطبة الجمعة ركزت على وقف المظاهرات في العيد وخطيب مسجد الاستقامة في الجيزة بيدعو للمصالحة وخاتم المرسلين يحذر من الفتنة أما تحالف الإخوان فاتراجع عن اقتحام التحرير وحسين إبراهيم بيقول سمودنا يضع كل يوم مصمارا في نعش السلطة وسقوط ست إخوان داخل المقر السري في بورسا المصر اليوم النهاردة برضو في بعيدا عن موضوع مظاهرات جامعة الإخوان المسلمين ولكن هو مرتبط شوية بشبكة رصد الإخوانية المصر اليوم في الصفحة الأولى تكتب خبر المصر اليوم تقاضي رصد الإخوانية بتهمة سرقة وفبراكة حوار السيسي كان فيه أول حوار الصحفي لجريدة المصر اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع ونايب رئيس مجلس الوزراء كان فيه حوار على سلاسة أجزاء مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ ياسر رئيس تحرير جريدة المصر اليوم والحوار تطرق ليه مجموعة كبيرة من الموضوعات الهمة التي كانت بتهم الشرع المصري منها قبل سقوط مرسي وفي نفس الوقت ما دفع ليه إعلام خارطة الطريق والتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين وتهديدات الإخوان يمكن كان أبرزها خيارة الشاطر يعني كان فيه حوار مع السيسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي فرد عليه الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال له يا إما تحكمونا يا إما تهديدونا أو تقتلونا فكان يعني ضرورة وضع خارطة الطريق وعزل الرئيس السابق محمد مرسي فشبكة رصد الإخوانية عملت ما يشبه حديث أو جزء من الحوار ما بين أستاذ ياسر والفريق أول عبد الفتاح السيسي بيقول فيه السيسي أنه بيطالب بتحصين منصبه كوزير للدفاع في حالة فشله في الانتخابات الرئاسية المصر اليوم أكدت أن دي سرقة من جزء من الحوار من التسجيل الصوت وفي نفس الوقت فبركت أو نزب ملاي صح وغير صحيح للفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحاولة كسر شعبياته في الشارع النهاردة كان فيه ردود أفعال ساخطة على شبكة رصد الإخوانية اللي بتحاول بقدر الإمكان تشويه صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية ونقبة الصحفين طلعت بيان وقالت أن ده محاولة من القرصنة ولا يخضع لأي مواصيك إعلامية وفي نفس الوقت هيكون فيه بلاغ غدا تقدم به المحام النجادة البرعي ومستشارة قانون لمؤسسة مصر اليوم ضد شبكة رصد الإخوانية اليوم السابع يمكن فيه الصفحة الرابعة سيد كريم عبد السلام مدير تحرير اليوم السابع عمل صفحة على موضوع تشويه محاولات الإخوان لتشويه الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتسريبات المفبركة فبيقول الأخوان تشوى الجيش بالتسريبات المفبركة نعم شريط السيسي مفبرك لكننا نحتاج إلى بناء سياسي وتشريعي وحفظ مكانة وزير الدفاع والتحسين هدف مواجهة الإرهابيين وهو أمارات الأمريكان وانتقام التنظيم المحزور وجمع مجموعة من الردود الأفعال ناكيب الصحفيين بيقول ميساك الشرف هو الحل في مواجهة الأخبار الكاذبة والإخوان تواصل حرب الفيديوهات المصربة كانت قبل كده عملت فيديو مصرب للفريق أول عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من جنوده ده كان قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي واتكلم فيهم على أن الوضع تغير وعدم دلوقت زباط الجيش ما بقوش فوق المسألة وأي نظام ديمقراطي يتطلب ذلك وأن المؤسسة العسكرية صبرها على أهانات وبزاءات الطائرات الإسلامية وشبكة رازد يعني وكأنها تصيدت صيدا سمينا وأزعت الفيديو الفيديو كان له ردود أفعال عكسية لما أرادته شبكة رازد وكدة شعبية الفريق السيسي وفي نفس الوقت احترامه للقوانين والديمقراطية وخافه على المؤسسة العسكرية وخافه على البلاد وفي تقرير كده معمول الجميل في اليوم السابع بيكلم على أن الجماعة مسلسل طويل من الشائعات والأخبار المضروبة وطبعا كل ما يعني قانون التظاهر اللي هما بيهجموه الحالي كان الأخ صبحي صالح قدم بمشروع قانون التظاهر في إجراءات أكتر من ذلك بكتير ولكن جماعة الإخوان المسلمين يعني دايما في تاريخها الكبير بتؤكد بس على مصلحتها الخاصة وعلى مصلحة الجماعة وليزب الوطن إلى الجحيم تابع أخبارنا في جريدة الوافد في الصفحة الأولى الإخوان يترجعون وبالمجد أدركوا نكستهم أحمد كمالي بالمجد وصف أن الإخوان أدركوا نكستهم بعد ثورة 30 يونيا وأنهم كانوا متعطشين للسلطة طوال 88 عاما وبعد ما وصل للسلطة انفرضوا بيها وعزلوا الجميع وأيضا الوافد جمعة بالعدماء وانتشار غير مسبوك للجيش بين مدينة وشارع القاهرة دكتور كمالي أكشف موافقة الجماعة على شرط جديد للحوار وعدم التحدث عن عودة مرسي وبيان من محمد علي بيش اشترطنا بقاء دستور 2012 وبعد الجيش عن السياسة مقابل وقف التصعيد وفي نفس الوقت السعودية النهاردة تحاكم 40 حج مصري من جماعة الإخوان المسلمين رفعوا شعارات ربعة في الحج وكانت السعودية حذرت بشكل كبير إنها لن تقف مكتوبة الأيدي أمام أي محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لفرض شعارات سياسية في مكة المقرمة ورفع مجموعة من المصريين الشعارات فتموا محاكمتهم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم على الفور ومجموعة أخرى تم ترحيلها والسعودية قالت مش هنسمح لأي حد بالعبس بالقوانين السعودية أيضا شبكات بالعصي وترشق بالحجارة في الإسكندرية والشرقية واعتراف مع مركز كرنيجي الأمريكي بيقول اعتراف الجماعة بالهزيمة يقود إلى تسوية سياسية وأيضا عن محاولة تشوية الفريق أول عبدالفتاح السيسي مصدر عسكري بيقول للوافد حرب إلكترونية أخوانية لتشويه السيسي والجيش وطبعا فشلوا في ذلك في الصفحة الثانية بجريدة الوافد خبر تحت عنوان الهزيمة تلاحق الإخوان والجماعة تنتحر في الشوارع وتتراجع عن اقتحام التحرير أمام قوة الجيش والشرطة وأبو المجد فوجة بقبول قيادات شروطا جديدة للحوار وصمتهم عن شرعية الرئيس المعزول مرسي يعني الموضوع مش موضوع شرعية ولا الدفاع عن الشرعية والكلام اللي بيقولوه ده واللي بيتحكوا بيه على البسطة الموضوع هو ضمان نصيب أو مكان لجماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية وبالنسبة لهم فليذهب المعزول إلى السجن أو إلى أي مكان لكن المهم الحفاظ على الجماعة وزي ما كنتم بقول لحضركم في السابق إن مرسي حتى في التنظيم مكتب الإرشاد كان ترتيبه السادس وليس زوء أهمية بالنسبة كبيرة يمكن خيرة الشاطر ولا المرشد محمد بديع ده بالنسبة لهم أهم أتنين موجودين في التنظيم وعزة بيومي ورشاد بيومي عفوا وحمود عزة دول أهم مجموعة موجودة في التنظيم جماعة الإخوان المسلمين أما بالنسبة لمرسي فهو كان واحد بينفذ التعليمات ومندوبهم في رئاسة الجمهورية ما بيقدرش ياخد أي قرار بدون الرجوع لمكتب الإرشاد وكان أحد المصادر الأمنية في القصر الرئاسي الجمهوري كان بيقول أن في مرسي عقب صلاة الفجر كان بيجي له ورقة من خيرة الشاطر بتعليمات يوم بيوم ويعمله في القانون الفلاني أو هيعمله في الموقف معين فكان متابعة عائمة من مكتب الإرشاد لحد ما المكتب يعني تعب فعال خلاص هو وصل للحكم وانتهينا فكان بيعلن أنه هو مجتمع مثلا لتقرير قانون مباشرة الحواء السياسية أو الدستور أو غيره وما كانش متوقعين أن الشعب المصري سيصور في 30 يونيو بالصورة الشعبية عارمة ضد محمد مرسي وجامعة الإخوان المسلمين ككل وفي نفس الوقت مظلمة أن الشعب المصري هيقبل بيه تسوية سياسية على جسس الشهداء ويتم عودة الإخوان كجماعة إرهابية للحياة السياسية مرة أخرى أيضا المواطنون في الصفحة الثانية في جريدة الوفد المواطنون يحصرون أعدباع الإخوان في الشوارع اشتباكات بالعصى وترشق بالحجارة بين الأهالي والجماعة في الأسكندرية والشرقية والسويس وأهالي كامشوش دي بالمنوفية شيعو جسمن الرقيب عبد المجيد وحملوا الإخوان مسؤولية الدماء ده كان أحد ضحايا حادث رفح أمس أو حادث العريش في كمينة الريسة وفي الصفحة السلسة بجريدة الوفد خبر بعنوان الجيش يكشف عن حرب الإلكترونية الإخوانية لمحاولة تشويه بيضات المؤسسة العسكرية وأيضا في صفحة الثالثة مصادر أمريكية أوباما قرر تعليق المساعدات لمصر رغم رفض الخارجية والدفاع وأسيسي أبلغ تشيك هاجل وزير الدفاع الأمريكي رفض القاهرة الضغوط الخارجية أو الوقوف على معونة من أي جهة وتحذيرات الواشنطن من تقليص النفوذ الأمريكي بالمنطقة بسبب سياسة دعم جامعة الإخوان المسلمين أما الأعلام الأمريكي فكان بيحاكم رئيس الولايات المتحدة جريدة الواشنطن بوست قالت تعليق المساعدات يعكس دعم البيت الأبيض للمعزول ويرفع شعبية السياسي أما الفوكس نيوز إسرائيل غاضبة من تأثير القرار على جهود الجيش المصري لمحاربة الإرهاب في سيناء ومجلة الطايم بتقول قطع المعونة يكشف النواية السيئة لواشنطن ويدفع مصر البحث عن حليف مثل روسيا ده كان أهم ما جاء في الإعلام الغربي حوالين قرار الولايات المتحدة الأمريكية لقطع المعونة العسكرية أو تعطيل مجموعة من دفعات المعونة العسكرية للجيش المصري في الصفحة الرابعة في مجموعة من المتابعات حوالين موضوع مصالحة أو مبادرة أحمد كمال أبو المجد بش بيوضح حقيقة لقاء تحالف دعم الشرعية وأبو المجد ويأكد حفظ الدماء المصريين وراء التراجع عن التظاهر في التحرير وبقاء دستور 2012 وأبعاد الجيش عن السياسة أهم شروط المصالحة مقابل وقف العنف وده أعتراف ضمن وصريح بانتهاء جامعة الأخوان المسلمين للعنف يوميا في الشرع المصري من خلال مظاهراتهم المسلحة أو تعالي المشاكل والاهتكاك بالشرطة والجيش والشعب وفي تقرير لمركز كرنيجي بيقول اعتراف الأخوان بالهزيمة يقود إلى تسوية واللغوة لسيناريو الجزائر يغرق البلاد في بحور من الدم وانغلاق الجماعة حولها نفسها شبكات حولها إلى شبكات متعطشة للسلطة وإيمانها بالديمقراطية مستحيل وأيضا النهاردة أو يوم السبت هيكون في محاكمة العشري والأزهري بتهمة التسطر على البلتاجي وكان تحددت يمكن جنيات القاهرة في حددت يوم 4 نوفمبر المقبل أول موعد له محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي على جرامه بتهمة قتل الحسينة بوضيف ومجموعة أخرى من الشهداء أمام قصر الاتحادية وهيكون الجلسات غير معلنة كما حدث فيه مع الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك عكس ما حدث يعني أنه كان فيه جلسات علنية ومعلنة وغالبا ممكن يكون فيه أحد معهد الأمناء بطرى هيكون مقر المحاكمة ده غالبا يعني لتأمين المحاكمة وللظروف الأمنية التي تعيشها البلاد دي كانت أبرز أخبار اليوم سواء مظاهرات جامعة الإخوان المسلمين وتوابع وقف المساعدات الأمريكية لمصر ومبادر الدكتور أحمد كمال أبو المجد للمصالح ما بين الإخوان والسلطة وطلب الإخوان عدم الحديث عن الرئيس المعزول وفي نفس الوقت طلبهم بقاء دستورة 2012 وعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية وغدا نحلق جديدة من ستوديو الصحافة تابعونا اشتركوا في القناة